سؤال بعد كده أعراض التسنين تمام هل أعراض التسنين ممكن تأثر على العين تكون العين فيها عماص ولا ما فيش علاقة وتخلي الطفل ينام كتير في الشهر العاشر طيب أولا من أهم أعراض التسنين أنه أحيانا العينين تبقى فيها إحمرار أحيانا يعني هو التسنين بحسب المنطقة يعني هو تأثيراته بتكون على المنطقة دي شايفين أنا عمالة شاور فين خلاص كده بيبقى فيه ألم في البق بيبقى فيه ريالة بيبقى فيه الدقن هنا محمرة الخدود شوية محمرة الطفل يشرق نتيجة أنه بيبلع عريقه لأن الريالة بتبقى زايدة حكاية بقى العين لا مش واردة قوي مع التسنين فمجازا كده في الطب يبتغي نقول إيه وارد أن يكون للطفل بعض يعني التأثر بحمرار العين لحاجة بسيط إنما العماص لما العين تبقى فيها عماص لا نقف هنا بقى يبقى هنا يوجد التهاب ولو طفيف وإن شاء الله يبقى طفيف بس وقى العماص ده يعني إيه يعني إخدوها قاعدة كده العين محمرة ماشي يعني فيها بقى غبارة طرابة نزلت بتاع حاجة كده بشكل عالي إنما العين اللي فيها عماص لأ ممكن يبقى فيها التهاب أو يكون فيها حاجة في القنوات الدمعية مش مظبوطة تكون أحدى القنوات الدمعية تكون تسدت أو مزدودة أو ما إلى ذلك تمام؟ طيب يبقى إحنا مطلوب إيه؟ مطلوب إن إحنا ممكن نعيد استخدام أنا بقول له ممكن نعيد استخدام الأطرة اللي قالوا لكوا عليها ساعة الولادة ما هو ساعة الولادة بنقول للأطفال اللي قالوا مهاته الأباء فيه أطرة كده وقائية بتبقى للعين نعيد استخدامها 3-4 أيام مدمرتين في اليوم خلاص اتحسن الطفل تمام فضلة الحالة زي ما هي مش هتسوق يعني فضلة الحالة زي ما هي لا بنروح للتخصص بتاع العيون هل الطفل بقى ينام كتير؟ لا ما ينامش كتير إلا إذا كان الألم شديد قوي فالطفل هنا بقى ينام من الألم يعين فهنا برضو لا يعني لازم نراجع الأمر شوية لأنه هو مش المفروض في الشهر العاشر ينام أكتر من عشر ساعات متواصلة يعني قصدي مش متواصلة يعني بيبقى وسطهم طبعا رضعة أو كده تمام؟